لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسما لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كوننكت برايماري 3 الصف الثالث الابتدائي تيرم 2 التيرم التاني والنهاردة هناخد اخر جزء في يونت 7 where are you from where are you from او من اين انت وهنعمل ريفيجن سريع كده على اللي خدناه فيها وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اخر جزء في يونت 7 هو الليسون 7 الدرس السابع الجزء ده بنتعلم فيه writing skills writing skills او مهارات الكتابة ازاي نكتب paragraph 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 او قطعة انشائية او فقرة انشائية يعني مجموعة من الجمل المجموعة من الجمل دي بتدينا فكرة او بنتكلم فيها عن موضوع معين ويه بتتضمن كل الافكار والحاجات الخاصة بالموضوع ده فدي اسمها paragraph او قطعة مكتوبة او فقرة انشائية بتتكلم عن موضوع معين الموضوع ده احنا بنوصل افكارنا عن طريق ان احنا نكتب الparagraph ده ونحطها فيه فهنا بنتعلم ازاي نكتب paragraph او فقرة انشائية وهنا بيوضح لنا يا اصحابي يعني ايه paragraph فبيقول لنا is a group of sentences group of sentences يعني مجموعة من الجمل that show the main idea that show the main idea اللي بتوضح الفكرة الاساسية لما انا اجي اكتب paragraph او فقرة انشائية بحط المين idea او الفكرة الاساسية في الparagraph ده وهو بيكون مجموعة عن group of sentences او مجموعة من الجمل تعالوا نعرف ازاي ممكن نكتب paragraph عن اي حاجة احنا ممكن عايزين نتكلم عنها فمثلا هنا صديقتنا اسمها مونة صديقتنا مونة بتقول لنا بعض المعلومات عنها المفروض ان احنا ناخد المعلومات الخاصة بمونة دي ونحطها في شكل paragraph او فقرة انشائية ونتكلم فيها عن مونة فهنا مونة بتقول لنا from Egypt من مصر school starts 8.30 المدرسة بتبدأ الساعة 8 ونص صباحا school ends 3.30 المدرسة بتنتيج الساعة 3 ونص العصر currency pound العملة بتاعة البلد اللي انا منها اللي هي ايجبت بلدنا الحبيبة مصر هي الباوند او الجنيه المصري فازاي نحط الكلام ده في شكل paragraph او فقرة انشائية نتكلم فيها عن المعلومات الخاصة بمونة فهنا بيقول لنا look at this graph organizer انظر للجدول تنظيم البيانات ده اللي هي المعلومات اللي حوالين مونة دي وبيقول لنا بعد كده help mona complete her paragraph ساعد مونة في ان هي تكمل فقرتها الانشائية فاول حاجة مونة بتكلمنا عن نفسها فبتقول لنا I am مونة انا اسمي مونة I am from Egypt انا من مصر I start school at 8.30 انا ببدأ المدرسة الساعة 8 ونص الصبح I finish school at 3.30 انا بخلص المدرسة الساعة 3 ونص Our currency العملة بتاعتنا If the pound If the pound هي الجنيه المصري يبقى مرة تانية I am مونة I am from Egypt I start school at 8.30 I finish school at 3.30 Our currency is the pound هنا قدرنا نحط الانفورميشن او المعلومات الخاصة بمونة كلها في شكل باراجراف او في شكل فقرة انشائية خدنا طبعا اسمها اول حاجة وحطناه في الاول علشان اللي بقى عارفين الباراجراف ده بيتكلم عن مين تاني حاجة خدنا البلد اللي هي منها قلنا I am from Egypt انا من مصر تالت حاجة قالت I start school at 8.30 انا ببدأ المدرسة الساعة 8 ونص الصبح I finish school at 3.30 انا بخلص المدرسة الساعة 3 ونص Our currency العملة بتاعتنا Our يعني بتاعتنا يعني ملكنا العملة بتاعتنا The pound The pound هي الجنيه المصري طب تعالوا ناخد باراجراف خاص بشخص تاني نشوف هنكتبه ازاي هنا صدقنا الامريكاني ده اسمه Mark طبعا احنا عارفينه من المرة اللي فاتت The name Mark اسمه Mark فبيقول لنا هنا look and complete انظر واكمل هنكمل بعد كده المعلومات الخاصة بMark دي في البراجراف الموجود تحت الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده اول حاجة The name Mark تاني حاجة From America From America يعني من امريكا تالت حاجة School start Eight المدرسة بتبدأ الساعة تمانية الصبح School ends Free المدرسة بتنتيه الساعة ثلاثة Currency Dollar العملة بتاعتهم هي Dollar يبقى مرة تانية The name هو Mark هو From America The school starts Eight School ends Free Currency Dollar فبكده احنا عرفنا المعلومات الخاصة بMark هنا عندنا زي ما احنا شايفين قدامنا ادي البراجراف او الفقرة الانشائية الخاصة بMark اللي هو بيتكلم فيها عن نفسه فهنا بيقول لنا I am المفروض هنحط هنا ايا اصحابي شطرين Mark I am from أنا من المفروض هنحط هنا ايا اصحابي شطرين America I start school at المفروض هو بيبدأ المدرسة الساعة كام يا اصحابي شطرين Eight I finish school at المفروض هنكتب هنا كام يا اصحابي شطرين Three Our currency is the العملة بتاعتنا هي ايه شطرين Dollar العملة بتاعتنا هي Dollar فكده عرفنا ازاي نعمل complete للبراجراف اللي بيتكلم عن Mark صدقنا الامريكي اللي احنا عرفنا المعلومات بتاعته هنا ناخد عكس الشكل السابق احنا عندنا البراجراف اللي بيتكلم عن Wang Min صدقتنا الصينية دي عايزين بقى نكمل المعلومات الخاصة بيها جنب الصورة بتاعتها هنا عن طريق استخدام البراجراف اللي قدامنا فهنا برضو بيقول لنا read and complete اقرأ واكمل فبيقول لنا هنا I am Wang Min انا اسمي Wang Min I am from China I am from China انا من الصين I start school at 7.30 انا ببدأ المدرسة الساعة سبعة ونصف الصبح I finish school at 6 انا بخلص المدرسة الساعة ستة Our currency is the Yuan Our currency is the Yuan العملة بتاعتنا هي اليوان يبقى مرة تانية I am Wang Min I am from China I start school at 7.30 I finish school at 6 Our currency is the Yuan فالمفروض هنعمل complete للانفرميشن الخاصة بWang Min هنا عن طريق استخدام البراجراف اللي احنا قريناه من شوية فالمفروض عندنا اول حاجة هو مكمله لنا هي النام النام اللي هو Wang Min هو كتب لنا هنا Wang Min From هي Wang Min from اي يا اصحابي هي منين شطرين China هنكتب هنا China طيب school starts school starts المدرسة بتبدأ الساعة كامية اصحابي شطرين 7.30 7.30 او الساعة سبعة ونص الصبح school ends school ends المدرسة بتنتيه الساعة كامية اصحابي شطرين 6 الساعة ستة مساء طيب والcurrency الكارنسي او العملة المفروض الكارنسي او العملة بتاعتهم اسمها ايه يا اصحابي شطرين U1 U1 عملة U1 الصينية اللي احنا كلنا عارفينها دلوقتي وبكده نكون اخدنا lesson 7 تعالوا ناخد revision سريع على كل حاجة اخدناها في unit 7 اخدناها في unit 7 where are you from او من اين انت طبعا يا اصحابي اول حاجة اخدناها طبعا هي اسماء countries او البلاد فزي ما احنا شايفين قدامنا عندنا اسم ايجيبت بلدنا الحبيبة مصر فرانس فرنسا امريكا china فلافل اللي هي الطعمية الفلافل فول اللي هو الفول اللي احنا عارفينه اللي احنا بنكله تي الشاي هوت تشوكلت طبعا الشوكولاتة الساخنة برد الخبز نودلز الماكارونة سريعة التحضير ميلك طبعا الحليب اخذنا كمان في جزء الفونكس او الصوتيات ازاي نقدر نقرأ الفف واللل والس اس زي كلمة موفن 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 كوفي كوفي بل 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 دولر 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 جلاس جلاس درس 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 اخذنا كمان في الفود ازاي ممكن يكون عندنا different foods او اطعامة مختلفة نتكلم عنها ازاي فانا اخذنا طبعا ايهاف فول and فلافل فور بريكفست انا بفتر فول وفلافل في الفطار بتاعي فور بريكفست اي هاف موفن وز اكابوف تي انا الفطار بتاعي بعبارة عن الموفن الكيكة الاسفنجية وكابوف تي كوباية من الشاي اخذنا كمان ازاي في different languages او لغات مختلفة وطبعا كل لغة خاصة ببلد وكل بلد بيبقى ليها الكرانسي بتاعتها وليها نظام المدارس بتاعتها اخذنا كل ده في unit 7 فانا where are you from؟ من اين انت؟ I am from Egypt. I am Egyptian. أنا من مصر. أنا مصري. خدنا كمان الجنسيات المختلفة. How much is it? كم سعرها? It's for $20. It's for $20. أو هي تمانها 20 دولار. دي كانت Quick Revision أو مراجعة سريعة كده على الحاجات اللي أخدناها في Unit 7. إن شاء الله المرة الجاية هناخد Unit 8 Seasons of the Year. Seasons of the Year. أو فصول السنة. هي Unit جميلة جدا. هنعرف فيها معلومات جميلة جدا مع بعض. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل Like. أتمنى ألاقي ألف واحد استفادوا أو ألف Like تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.